ما تفسيرك لهذا القرار للسادات هل هو يتعمد أن يضيع فرصة تمينة وخاصة حتى لو كانت سياسية هو لا شك أن الانتصار في هذه الحرب كان سيمثل له إنجاز كبير في حياتي والله بالمنطق العقلاني أنت عارف السياسة في بلدان العربية يصعب أن تفسرها عقلانيا بالمنطق العقلاني لا تفسير لهذا القرار بل هذا القرار يدعم الرؤية القائلة وهذه الرؤية تكتسب أدلة إضافية كل يوم بأن حرب أكتوبر إنما أرادها السادات للتحريك لا للتحرير وهذا يدل عليه أن السادات نفسه أفرغ سيناء من الجيش المصري طيب كيف لإنسان يؤمن حتى أتم منطق الدولي عن طريق كام ديفيد عن طريق كام ديفيد واتفاقيات السلام وكيسينجر نفسه يقول أن السادات كان يعطيني أكثر مما تصورت قل دمئير وفيما بعد مناح بيجن طبعا لم تكن تصدق من الذي يقدمه السادات وفي مفاوضات كام ديفيد اتنين من وزراء الخارجية استقالوا فهنا هل كان السادات جزء المؤامرة الذي يتحدث عنه البعض من أن حرب أكتوبر كانت نوعا من الاتفاق ضيق الدائرة بين طرف أمريكي وطرف إسرائيلي والسادات لكي يتم تحريك الأمور في مقابل أن يتدخل الأمريكان لإنشاء سلام منفرد بين السادات وبين إسرائيل ثم تخرج إسرائيل ظاهريا من سيناء لتدخل القاهرة لأن هذا السلام منفرد كان ضربة لكل الدول العربية وضربة لكل السياسة العربية ولا نازل نعاني منه حتى الآن والآن أنت تعرف قصيدة أحمد مطر الثور فر من حضيرة البقر نعم قال وبعد عام وقعت حادثة مسيرة لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحضيرة اشتركوا في القناة